أو تكون مانع من إجراء أي تعديل على أو تطوير أو إصلاح القضاء وتركت ووضعت أربعة بنود أساسية لغايات إصلاح القرار كان من ضمنها أو وأول بنودها هو استقلال السلطة القضائية الاستقلال التام الكامل الإداري والمالي وطالبت بمعاقبة كل من تسول له نفسه بأن يتدخل من السلطة التنفيذية بأي قرارات تخص هذه السلطة السلطة التشريعية السلطة القضائية ووضعت معايير وردت في بيانها في حينه لكي ننهض بقضاء عادل تيسوده العدل والمساواة ويحافظ على الحقوق والحريات في حينه تنام إلى بعد أشهر تنام إلى مسامع نقابة المحامين بأن هناك وفي الظلام وفي غرف مغلقة يتم تداول القوانين وقانون السلطة القضائية وتشكيل المحاكم والمحكم الإدارية دون عرض هذه القوانين أو مناقشة هذه القوانين مع مؤسسات المجتمع المدني ومع أركان منظومة العدالة والتي هي نقابة المحامين جزءا أصيلا فيها قمنا في حينه بالاتصال مع أصحاب الشأن والقائمين على هذه التعديلات إلا أنهم نفوا وبدأوا بالمماطلة والتنكر من أن هناك عملية تعديل أو تقديم مشاريع قوانين تخص قانون السلطة القضائية وبكتب رسمية راسلت نقابة المحامين الرئيس الانتقالي في حينه إلا أنه لم يجيب على مراسلات النقابة بخصوص تزويد مجلس النقابة بأي التعديلات ستتم على قانون السلطة القضائية لكي يتم عرضه على كافة المؤسسات هذا القانون يعني يخص المجتمع الفلسطيني يخص المواطن الفلسطيني فهذا القانون من حق المجتمع المدني ومؤسسات الرسمية وأعضاء المنظومة العدالة أن تناقش هذا القانون إلا أنه أخفى ولم يرد على مراسلات نقابة المحامين بعدها اتصلنا بمستشار السيد الرئيس أيضا إلا أنه تنصل وأنكر بأن لديه أي قوانين قد طرحت على مؤسسة الرئاسة من أجل تعديلها تفاجأنا كما قلت سابقا ككافة المؤسسات وككافة الإخوة في المجتمع المدني والفصائل الفلسطينية بأن هناك قوانين وهناك أنظمة وجدت قانون وجدها وأنشئت محاكم وعدلت قوانين وألغيت وأنشئت دون علم أحد وجرى تعديلها ومناقشتها بتفرد شخصين أو ثلاث حتى أنه وكما أخبرنا أحد أعضاء مجلس المجلس الانتقالي يوم أمس أو قبل يومين بأنه لا علم لديه ولا يعلم عن أي التعديلات من هذه التعديلات ولم تطرح هذه التعديلات على المجلس الانتقالي هذا يؤكد رواية نقابة المحامين وكافة مؤسسات المجتمع المدني بأن الانفراد لغة الانفراد ولغة الانا هي التي سادت في تعديل هذا القانون وفي استحداث قوانين جديدة ومحاكم جديدة نحن في نقابة المحامين يعني وعلى مر المجالس المتعاقبة وجهة نظرنا كانت واضحة بخصوص تعديل قانون السلطة القضائية وكان آخرها يعني ابتدأت هذا المشوار من سنة الالفين وسبعة عندما يعني كان هناك مشروع لتعديل قانون السلطة القضائية ووقفت في حينه نقابة المحامين حتى آخر يعني وقفة كانت في الالفين وسبعتاش والالفين وثمنتاش عندما وقفت نقابة المحامين وساندها في حينه مؤسسات من المجتمع المدني والإخوة في نادي القضاء ونادي النيابة العامة كنا نقف بسد مانع أمام المساس بهذا القانون أو الاقتراب منه ونجحنا في إبعاد التعديلات حتى تفاجأنا بما جرى قبل أيام من هذه التعديلات يعني في البداية نحن نثمن دور السيد الرئيس ونعلم علم اليقين بأن السيد الرئيس دائما وأبدا يسعى لإصلاح القضاء ويسعى بكل جهد لكي يعم العدل وينعم كل مواطن فلسطيني بقضاء عادل وبقضاة عادلين مستقلين ليس عليهم سلطة وليس عليهم رقابة بطريقة التي وضعت بالتعديلات الأخيرة نحن لدينا رسائل سنوجهها من هنا في هذا المؤتمر أول رسالة سنوجهها للسيد الرئيس الذي كما قلت نثمن له أيضا مواقفه الوطنية وموقفه من إصدار مرسوم الانتخابات الذي يعني انتظرناه كثيرا يعني نشكره باسم نقابة المحامين وباسم كافة الإخوة الحضور ونقول لسيادة الرئيس لو قام بتشكيل أي لجنة قانونية أو استعان بأي خبراء قانونيين سيجد بأن هذه التعديلات وهذه القرارات التي صدرت لا تلبي في البداية ما كان يحلم به سيادة الرئيس اللي هو أن يعم العدل وأن ينعم ننعم بقضاء مستقل